ترجمة نانسي قنقر التي ألقاها وزير الخارجية في القمة الثالثة لحوار التعاون الاسيوي التي عقدت في الدوحة اليوم برئاسة صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وقال وزير الخارجية أن الوضع الحالي المأساوي في قطاع غزة يؤكد حاجة الشرق الأوسط الملحة للسلام العادل الشامل والمستدام وهو ما أكدته قمة البحرين التي عقدت في شهر مايو الماضي والتي دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والتي طالبت بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وشدد وزير الخارجية على أن استمرار الحرب على قطاع غزة أدى لامتدادها إلى لبنان الشقيق وينبغي الحيلولة دون توسعها مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وينذر بمخاطر على الأمن والسلم الدوليين وأوضح وزير الخارجية أن ما حققته الدول الآسيوية من منجزات تنموية رائدة ونمو اقتصادي واسع يبرهن أن شراكتنا الاستراتيجية مطلب ضروري للاستفادة من القدرات والإمكانيات الكبيرة المتاحة لدولنا وفتح أفاق أشمل للتعاون المشترك في مجالات حيوية وضرورية وأثنى الزيان على انعقاد هذه القمة تحت شعار الدبلوماسية الرياضية التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز العلاقات بين الدول باعتبارها مجالا خصبا للتواصل والتقارب والتبادل الثقافي وقال زياني إن مملكة البحرين تلتزم بتعزيز دور الرياضة في التنمية وتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الأسيوي بما يتماشى مع رؤية التعاون الأسيوي 2030 يشرفني في البداية أن أنقل لكم تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خريفة ملك مملكة البحرين المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خريفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لأعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح الحضور الكرام نجتمع اليوم في ظل صراعات ونزاعات حادة وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وبئية كبيرة تعيق التنمية الشاملة وتستلزم تضافر الجهود لتعزيز التعاون بين دولنا من أجل تعزيز الشراكة الآسيوية وبناء مستقبل أكثر شراقا وأمل لدولنا وشعوبنا الصديقة وتحقيق السلام والاستقرار والازدهار المنشود ترجمة نانسي قنقر